اشتركوا في القناة اهم ما يمكن ملاحظته في خطاب الرئيس الامريكي المتعلق بالشرق الاوسط وشمال افريقيا انه اكد ان الثورات التي حصلت كانت من صنع ابنائها ولم تكن صنيعة الولايات المتحدة وادراكا من الرئيس الامريكي لحقيقة الثورات العربية انها ذاتية ونابعة من حاجة الشعب الى الحرية والتغيير اسهب في الحديث عن الدور الامريكي اللاحق للمساعدة وتقديم العون والدعم وترشيد الاقتصاد ولم يفت الرئيس الامريكي الكشف عن مخاطط لمساعدة ثورتين مصر وتونس ولاحقا لاي ثورة تنجح الرئيس الامريكي مشكور على هذه الجهود التي يبذلها والتي اخذت الكثير من وقته لكن أليست هذه الجهود مقدمة لاستعاب هذه الثورات؟ هل يكون هذا الاستعاب لخير الثورات؟ أم يكون لاحتوائها وصرفها عن أهدافها الحقيقية؟ أما في الموضوع الفلسطيني فأن الرئيس الامريكي الذي أضاف فقرات كثيرة على الخطاب الموزع مسبقا فإنه أكد على الحقيقة الثابتة أن أمن إسرائيل غير قابل للاهتزاز وأن يد إسرائيل ستبقى هي الطولة في المنطقة وأن إسرائيل لا يجب أن تخشى لحظة تغيير في التوجه الامريكي طبعا هذا الكلام جدده الرئيس الامريكي إثناء كلمته مع إيباك ولكن من باب المصادفة ومن باب الصداقة أعرب أوباما عن أمله في أن يكون للفلسطينيين دولة ضمن حدود عام 67 من زوعة السلاح فهل الرؤى الامريكية تتماشى مع الواقع العربي المتغير أم أنها تكون كما تعامل الحكام مع المتظاهرين عندما كانوا يوافقون على المطالب ولكن بعد فوات الأول هذه المواضيع نناقشها في برنامج اليوم مع قضايا وراء مع ضيفية دكتور عزام تميمي المفكي العربي والإسلامي أهلا دكتور ودكتور أمضاوي الرشيد الأستاذة الجامعية في كينغز كوليج أهلا دكتور ثاني أبدأ معك دكتور عزام الحقيقة أنه من منع أن تساعد الولايات المتحدة الثورات العربية بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة فيما يتعلق بالشق الأول اللي هو الشق الثورات العربية يمكن أن نصف موقف أوباما بأنه صدق وهو كذوب يعني هو صدق فيما يتعلق بأن بحقيقة أن هذه الثورات فعلا نابعة من إرادة الشعوب في التغيير من عوامل محلية لا علاقة للخارجي بها لكن هو كذوب لأن الإدارة الأمريكية لا تحب المصلحة للعالم العربي ولا للإسلامي بل إن الإدارة الأمريكية وأوباما على رأسها حاولت أن تنقذ زين العبدين بن علي وحاولت أن تنقذ مبارك ولكن عندما وجدت أنه لا مجال لإنقاذهما تخلت عنهما وأنا لدي معلومات بأن الأمريكان قبيل عزل مبارك فعلا عقدوا صفقة مع الجيش المصري مع طنطاوي بالذات لأن الأمور كانت ستخرج نهائيا من أيديهم وشيء طبيعي دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أنها إذا لم تستطع أن توقف حراكا باتجاه معين لا أقل من أن تحاول أن تصبح جزءا منه أن تحاول أن تستوعبه أن تحاول أن تحتال عليه رأيك؟ المشكلة أنه عندما نركز التحليل على خطاب أوباما ننسى التاريخ ننسى التاريخ نحن لا نركز على الخطاب كخطاب ولكن هو رؤية أمريكية نتعامل معها هناك استمرارية في هذه الرؤية بدأت من خلال الحرب العالمية الأولى عندما ظهرت ما يسمى بنقاط وودرو ويلسون الذي هو دخل على الخط كمنافس للإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية عن طريقة ذكية هو طريقة الشعوب تقرر مصيرها هو ما عرف بهذه النظرية ودخلت الولايات المتحدة لتستبدل الاستعمار البريطاني والفرنسي في مناطق كثيرة بحقوق الإنسان وقدرة الشعوب على تقرير مصيرها فهذا الكلام الذي قاله أوباما هو امتداد لهذه الرؤية الأمريكية يعني هي رؤية إمبريالية تحت نظرة التدخل الإنساني وقدرة الشعوب على تقرير مصيرها بذاتها ولكن هذا الواقع دعني أتذكر معك قول عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة هذه ليست ودر ورسن ولا سابقة كثير عليه المهم أن حرية الإنسان حرية التعبير حرية العمل هذه يفترض أن تكون مضمونة ومأمونة لكن الخطاب الأمريكي كان يختلف عن خطابات الاستعمارية السابقة أخذ وجه آخر لكن بالنتيجة هي استعمار وهي إمبريالية ممتدة على العالم العربي أنا أتذكر خلال الأحداث في مصر من ثلاثة أو أربعة أشهر كان الحديث في الصحافة الغربية وفي الولايات المتحدة بالذات أن مصير 85 مليون مصري كان يرتبط بسؤال واحد هو ما سيحصل لإسرائيل والصلح مع إسرائيل يعني الشعب المصري كله أصبح رهينة لإسرائيل النقطة الأخرى أن ما سيحدث لعملية السلام التي بدأت مع السادات وكامب ديفيد هل من سيأتي إلى مصر سيغير هذا النمط ستفتح الحدود سيفتح رفح كل هذه الأسئلة كانت تطرح في الصحافة البريطانية والصحافة الأمريكية بغض النظر عن مصالح وحقوق الشعب المصري كذلك عندما بدأ الامتداد لهذه الثورات العربية في المنطقة بعد تونس ومصر وبدأ الحراك في ليبيا والسوريا كان هناك هم واحد مركز على دول المحيطة بإسرائيل لأن كانت إسرائيل هي البقرة المقدسة بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة لخطاب أوباما يعني لا يوجد هناك اختلاف بين أوباما وما سابقه خطاب بوش هو خطاب واحد وله استمرارية تاريخية في المنطقة العربية أكثر من مئة عام دكتور عزم من هذه الفكرة التي انطلقت منها دكتور عمضاوي أنه عندما يتعامل الغرب مع قضايان العربية يتعامل من الزاوية الإسرائيلية وليس من زاوية المصلحة العربية وثورتها لكن ليسوا محقين عندما يتعاملوا بهذا الشكل لأن هذه الشعوب العربية لم تعودهم أن ينتصروا لقضاياها يعني كان الشعب العربي خلال العربين السنة الماضية صامت غير قادر على تحرك لا قدرة له على القرار وبالتالي أن هؤلاء الآخرين تعملوا مع هذا الواقع يعني نظلم الشعوب العربية إذا قلنا بأنها لم تكن تنتصر لقضاياها الشعوب العربية خلال عقود طويلة عانت من بطش الأنظمة كثير من المفكرين والزعماء السياسيين والأدباء والأكاديميين قضوا معظم أعمارهم في السجون يعني بيدخل السجن ويطلع من السجن بيدخل السجن ويطلع من السجن كثير منهم فقدوا أرواحهم عذبوا ونُكِلوا بيه حالات منعي من السجن لا مش حالات مصر المساجين السياسيين في مصر أعدادهم بعشرات الألاف في فترة من الفترات أين يوجد هذا في دول أخرى من العالم لكن نحن نتكلم الآن عن مرحلة مختلفة فيها جيل جديد من الشباب تهيأت له وسائل لم تكن وهيئة لجيل أبائهم وأجدادهم أذن الله بالتغيير فانطلقت هذه الثورات لكن بالنسبة للغرب نحن لنبغي أن لا يفوتنا على الإطلاق أن هذه الدول الغربية هي تعتبرنا خصم خصم ثقافي خصم سياسي تعتبرنا ند يعني هذا جزء من التربية جزء من الضمير تتكلمت عن الشعوب الشعوب فيهم ناس طيبين لما تجلس معهم تتكلم جيراننا وزملائنا في العمل إلى آخره فيه ناس بناصرونا ويضحوا من أجلنا لكن الأنظمة السياسية الأنظمة السياسية فلسفتها تقوم على أن هذا العالم العربي وهذا العالم الإسلامي هو ند يجبغي أن يظل دائما مضغوطا عليه ولذلك هم دعموا هذه الأنظمة الديكتاتورية رغم أن مسالكها كانت تتناقض تماما مع المبادئ السامية التي كانت هذه الأنظمة الديمقراطية تتغنى بها أجد نفسي في موقع لا أحسد عليه ولكن بالنسبة للموقف في موقف الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن هذا الجانب رأينا أن هناك تغييرا حقيقيا في الرؤية للتعاطي مع الشعب العربي كان بوش مثلا يقول أنه من معنا معنا ومن ضدنا ضدنا جاء الرئيس بوش يقول أنه نحن على استعداد للمساعدة على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر هناك تغيير لا هو تغيير الأسلوب تغيرت اللغة لأن الوضع متغير نحن الذين غيرنا وليسهم نحن الذين فرغنا عليه متغير طبعا لما تكون قوي لما تكون إنسان عزيز لما ترفض الذل والمهانة ولما تكون مستعدا تضحي شوف الناس في سوريا الآن في سوريا يقدمون أرواحهم في سبيل خلع هذا النظام الظالم كما في ليبيا كما قبل ذلك في تونس وفي مصر وكما أيضا في اليمن وفي غيرها من الدول لا يملك الأمريكان أو صانع القرار الأمريكي لا يملك إلا أن يتوقف أمام هذا الحدث ويعيد المصطلح يعيد الخطاب وحتى يعيد السياسة لأنه عندما تكون ند قوي ومنافس جريء لا يملك أن يدوس عليك بأقدامه كما كان يفعل شوفي نقطة مهمة شوف في الغرب من خلال وجودنا وتعايشنا مع القضايا السياسية التي تطرح على الساحة العامة في البلدان الغربية وفي الولايات المتحدة لا يوجد عندهم أيديولوجية ثابتة عندهم مبدأ نفعية فهم مثلا مستعدين أن يتعاونوا مع مبارك ويتعاملوا مع صدام حسين وتعاملوا مع القذاف وتعاملوا مع الجميع إذا كانت مصالحهم تتطلب ذلك وعندما تتغير الفرصة فهم الآن في هجوم هجوم على المنطقة من خلال المؤتمرات من خلال الزيارات يعني من خلال التبادل لمعرفة ما يجري على الساحة ومحاولة احتوائه بالضبط لمصلحتهم يعني مثلا الكلام عن حقوق الإنسان عن المساعدات الإنسانية عن الدخول إلى مصر بهذا الزخم هو لماذا؟ هم موجودون كانوا موجودون على الساحة المصرية ولكن الآن تغير الوضع لكن المشكلة أن الشعب العربي هو الذي فرض الأجندة الآن خاصة في بلد كمصر وفي تونس الخطر أن هذا الزخم وهذا الاهتمام الزائد هو نوع من عملية احتواء لإفرازات الثورة نعرف أي ثورة في العالم تحصل لا يكون لها مسار واضح من البداية هي ما يسمى بروسس هي طريقة عملية تراكمية وربما تنتج إفرازات لا ترضى عنها الولايات المتحدة أو غيرها وربما هناك عملية احتواء وقد لاحظنا هذه العملية خاصة في مصر اليوم مثلا أو يومين أعلن عن مساعدات مالية خيالية من قبل النظام السعودي لمصر لماذا هذه المساعدات؟ يعني مصر تعاني من أزمة اقتصادية قبل الخمسة أشهر الماضية لماذا لم تأتي هذه المساعدات؟ وأوباما نفسه وعد مصر ووعد الشعوب التي تتغنى بالديمقراطية بالمساعدات يعني المساعدات اليوم لا يمكن أن نعتبرها مساعدات لوجه الله إنها مساعدات لاحتواء وضع لاحتواء إفرازات الثورة في مصر ومنع أن تمتد هذه الإفرازات إلى مناطق أخرى يعني أوباما نفسه مثلا أعطيك مثلا أنه في خطابه الذي جاء من يومين وخطابه ومقابلة مع البي بي سي صباح اليوم وخطابه إلى أيباك بعض الظهر حاول أن يعني يعطي فكرة أنه هو مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ومع الديمقراطية لكنها بطريقة انتقائية يعني شوف التدخل العسكري في ليبيا تدخل العسكري في ليبيا هناك خارطة خارطة يعني نشرت في جميع الصحف عن مواقع النفط وأي منطقة يجب أن نستولي عليها حتى نؤمن النفط يعني هناك مثلا خذ في سوريا وفي اليمن اليمن يشتعل منذ كم فترة ولا أحد يتكلم عن الموضوع ولا مجال للتدخل لذلك هناك انتقائية البحرين قبل ذلك البحرين يعني كان هناك صمت أمريكي وغربي عن البحرين وعندما يعني المشكلة أنه إذا كنت أنت مع حرية الشعوب في الديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائي سأسعد عود إلى هذه النقطة بالذات ولكن هون الدكتور عزام برأيك أنه لا يستفاد من القدرات الأمريكية والتكنولوجية في تطوير وسائل الثورة وجعلها تعيش الحالة الديمقراطية الفعلية يعني أنه وقت الرئيس أوباما يطرح هذا المشروع من المساعدات الضخم لثورتين مصر وتونس شوف المساعدات لا تقدم بدون قيود ولا شروط هذا معروف متعرف عليه في العلاقات الدولية هي ليست مساعدات نقدية يعني هي برامج تطويرية برامج تعليمية برامج شأن ديمقراطي كل سلة مساعدات تكون مرتبطة بمطالب سياسية وتوقعات لماذا تسارع مصر وتساعد السعودية لدعم الوضع في مصر هم يريدون الاستقرار في مصر الاستقرار حتى لا يشكل تهديدا لأمن إسرائيل يعني لما الشباب الثورة راحوا احتجوا أمام السفارة الإسرائيلية ماذا فعل بهم البوليس المصري نكل بهم كما كان بوليس مبارك ينكل بالمتظاهرين إذن في خطوط حمراء وأنا لا أستبعد أن هذه المساعدات جزء من الشروط التي ترافقها أنه نحن نريد أن تستقروا نريد أن نحسن من أوضاعكم حتى تسيبوا لنا الإسرائيليين في حالهم وما تدخلوش في القضية الفلسطينية إلى آخرين لكن هذا طبعا لن يحصل نصور الرد المصري جاء بتحقيق المصالحة الفلسطينية وكأنهم يريدون طبعا المصريين يقولون أن هذا هو العنوان الذي سنتعامل معه أنا لا أثق بالمؤسسة الحاكمة في أي بلد عربي بما فيها ما يوجد في مصر الآن ولا في تونس لكن أنا أثق بشباب الثورة شباب الثورة يجب أن يراقبوا هؤلاء العسكر وهؤلاء الحكام هذه الحكومات الانتقالية التي تشكلت في تونس وفي مصر هناك دعوات من قبل للشباب الثورة لأنه الشباب إذا تركوهم سيتكرس ما حصل من قبل وسيتكرر لا بد أن يكون هناك درجة عالية من الوعي أنا متفائل بأن الأمريكان والأوروبيين لن يتمكنوا من احتواء الثورات العربية ولم يتمكنوا من إخراجها عن خطتها لكن في سؤال برضو يجب أن يطرح هم لا يشجعون الثورات وإلا كيف يقدمون دعما بمليار دولار للأردن الأردن ما حصل في ثورة ولا تغير فيه النظام إذن لماذا هذا الدعم للنظام الأردني في هذا الوقت لماذا الحديث والتشجيع لضم الأردن إلى منظومة مجلس تعاون الخليجي في هذا الوقت لماذا العلاقات ما تزال مع المغرب كما هي لماذا العلاقات يعني مش صحيح ليس صحيحا ويجب أن لا نخدع بأن الأمريكان والله غيروا رأيهم وصاروا مع الثورات العربية لا الأمريكان يريدون أن يستدركوا يريدون أن يقللوا من خسائرهم هي هكذا تاريخ الولايات المتحدة يعني هم من أكثر الدول التي كانت تساعد الأنظمة الدكتاتورية في جنوب أمريكا وفي الأمريكا اللاتينية يعني منذ متى كانت الولايات المتحدة على الأرض تشجع الديمقراطية يعني المشكلة العربية لا تخدم المصلح الأمريكية بهذه الحالة مثلا ردا على ما تفضلت فيه قبل قليل هناك شباب الثورة لاحظنا بأنهم دعوا إلى تظاهر مليونية يطالبون فيها بضرورة إيجاد مجلس سياسيين مصريين عوضا عن المجلس العسكري فباعتقادك أنه هل بدأ الشباب المصري شباب الثورة يلمس تغييرا أو تطويرا للموقف المجلس الأعلى باتجاهات أخرى وحاول يحاول أن يحيد فيها عن مسار الثورة هو الشيء الطبيعي أن يتخلى العسكر عن السلطة ويسلمها لمدنيين منتخبين من الشعب استمرار العسكر كل يوم بيستمروا العسكر فيه في الحكم في أي نظام يكرس الاستبداد والدكتاتورية لأنه هي طبيعة العسكر العسكري ما بيأخذ ما بيجي بيقول لك شو رأيك في الموضوع العسكري عنده أوامر ينفذ هذه نفذ طبع طبعا نعم شوف أنت السودان حكمها العسكر شو شو صار فيها من كان يحكم في مصر كان يحكم العسكر طائفة منهم فسادات وخربت الدنيا هؤلاء العسكر الذين وثق بهم الشعب المصري الآن اللي هم موجودين الآن سيفقد سيفقد الشعب المصري ثقته فيهم واحترامه لهم إذا لم يجروا التغييرات المطلوبة ضمن الزمن المقبول يعني لابد من تسليم السلطة للمدنيين لابد من تأسيس ديمقراطية حقيقية تحترم إرادة الشعب لابد من استجابة لمطالب الشعب الأساسية في رفع الإحصار عن رفح في إعادة النظر في اتفاقية كام ديفيد إذا فشل هذا النظام الحالي وفشل النظام الذي يأتي من بعده إذن الثورة لم تحقق هدفها لأن مصر كبلت بالأسفاد يوم وقعت اتفاقية كام ديفيد لابد أن تقطع هذه الأسفاد وتكسر دكتورة مضاوي إذا كنا نحن في عالمنا العربي غير متفقين رأي بالنسبة إلى باقي الثورات العربية كيف نطلب للأمريكيين أن يتعاملوا بنفس المعيار مع كل الثورات العربية المشكلة أن الوجود الأمريكي في بعض الدول العربية والوجود الكثيف والمكثف هو جزء من المشكلة جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزء من الحال فمثلا أعطيك مثل أن أخذ بدد مثل السعودية هي مطوقة مطوقة بالوجود الأمريكي العسكري الذي ينتشر من العراق إلى عمان فلذلك الوجود الأمريكي هو الاحتواء امتداد الثورات العربية إلى مناطق لا ترغب الولايات المتحدة أن يكون فيها أي خلل مثلا السعودية بنفطها لا تستطيع الدول الأوروبية كذلك الدول الأسيوية أن تتحمل أي هزة في هذه المنطقة لذلك مشروع امتداد الديمقراطية إلى هذه الدول مشروع مؤجل إلى أن يقرر الشعب نفسه أنه يستطيعه لكن هناك الخوف من التدخل العسكري الأمريكي في حال أي اضطرابات في السعودية وهذا بنفسه ما يسمى بديتارنت يعني الناس تنظر له وكأنه الخيار الأخير نحن نعرف أن التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة جاء بطلب النظام السعودي عام 1990 يعني كان موجود وعزمت الولايات المتحدة ومعها جوقة أخرى من الدول الغربية والدول العربية لتدافع عن خطر اعتبر أنه قادم من العراق ولكن المجتمع السعودي نفسه لا يمكن أن يكون جزء من عزيمة الولايات المتحدة العراق ولا يقبل لا يقبل بالوجود العسكري الأمريكي على أرض الجزيرة العربية لذلك هو يتردد اليوم ويعني لم يحسم خياره المجتمع السعودي هل يدفع بثقله تجاه إصلاحات سياسية ولكن النظام يعرف أنه يعني يهدده بالتدخل الخارجي ويهدده أيضا بتدخل خارجي من نوع آخر وهو إيران لذلك يعني الثورات العربية طبعا لم تنتشر بالشكل المطلوب في جميع الأنحاء الوطن العربي ولكن هناك عوامل تحد من قدرة الشعوب على اتخاذ هذا القرار دكتور عزامي نفس الموضوع أو نفس السياق عندما نتحدث عن أن الولايات المتحدة تتعامل مثلا مع قضية السورية شيء ومع قضية البحرين شيء آخر ومع قضية اليمن نحن في العالم العربي وحسب الانتماءات والتوزعات السياسية والطائفية والعرقية ترى نفسك أن أنت أقرب إلى هذا النظام من معادل هذه الثورة أو مع تلك فإذا نحن مختلفين فكيف نطلب للولايات المتحدة أن تكون على سواسية في التعاطي مع كل الثورات أنا عندي نظرة شوية مختلفة لهذا الموضوع لا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مواقف متباينة من الثورات الموقف من الثورة واحد هي لا تحب ذي الثورة وتتمنى أنها لم تحصل لا في تونس ولا في مصر ولا في غيرها لكن عندما تصل الثورة إلى خط معين الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر لأنها لا تريد أن تلفظ من المنطقة تريد أن تحافظ على الحد الأدنى من مصالحها يعني مثلا الآن لو الثورة السورية نجحت في خلع النظام الولايات المتحدة الأمريكية ستأتي وستهلل وستبارك وستقول نحن مع حق الشعب السوري في أن يحكم نفسه إلى آخره إلى آخره ونريد علاقات ومش عارف إيش نفس الشيء حيعملوا مع اليمن ونفس الشيء حيعملوا مع البحرين في ليبيا إذا كنتم تذكرون جيدا في البداية الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن متحمسة إطلاقا لقضية التدخل في ليبيا بل فرنسا هي التي جرتها وصار في تأجيل ومداولات إلى آخره وقد عانى الليبيون بسبب ذلك لكن جاء جاء يعني ظرف حتى ما على الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومتها أن تدخل بقوة أكبر والعقد الآن هو طبعا موضوع الليبي لم يحصل رئيس أوباما يطلب الآن من الكونغرس المصادقة على التدخل الأمريكي من جديد في ليبيا يعني أنه هو كان بالنسبة لأوروبا موضوع ليبيا مهم أكثر من الولايات المتحدة يعني كل الإحصاءات وكل العلاقات التجارية والنفطية لم تكن مع الولايات المتحدة يعني الولايات المتحدة لم تفتح الباب بمصراعه لليبيا ولنفطها ولم يدخل يعني النظام الليبي كمنظومة جديدة كما حصل في فرنسا أو مثلا في إيطاليا يعني والمشكلة في المشكلة الليبية أن هناك تخوف من موضوع الهجرة لذلك كان الذي ألح على التدخل هم ليس الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وإنما الأوروبيون من زاوية النفط ومن زاوية الهجرة نعم القضية الفلسطينية في الرؤية الأمريكية نتابعها بعد قليل اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدي الكرام في متابعة لبرنامج قضايا وراء ونناقش فيه اليوم الرؤية الأمريكية بين دعم الثورات العربية والقضية الفلسطينية دكتور عزام هل هناك قناعة عربية وإسلامية عامة بالاعتراف بدولة فلسطينية بحدود عام 67 هو هذا الموقف العربي الرسمي الموقف العربي الرسمي مع المبادرة العربية اللي هي كانت أصلا مبادرة السلام الملك عبد الله أظن لما كان أمير قدمها هو كان بولي عهد كان بولي عهد فالموقف العربي في زمن الثل والخذل كان أمريكا في عام 2002 2002 في بيروت بدأت الموقف العربي الرسمي في زمن الهزيمة والذل والهوان والعمالة للأمريكان والإسرائيليين وافق على حل الدولتين ولو حل الدولتين أكبر خيانة للقضية الفلسطينية يعني من يقبل بحل الدولتين هو يخون القضية ويخون الأمة لأنه أنت تعترف بذلك بمشروعية الكيان الصهيوني يعني إحنا مشكلتنا مش إنه إحنا بدنا دولة فلسطينية ومتى كان هناك دولة فلسطينية أنا قضيتي كفلسطيني وقضيتي الفلسطينيين معجرين والفلسطينيين الموجودين تحت الاحتلال والموجودين تحت الحصار قضيتهم حق أنهم يريدون أن يستردوا كرامتهم في أرضهم تكون فلسطين جزء من مصر ولا فلسطين جزء من بلاد الشام ولا تكون فلسطين جزء من الخلافة الإسلامية العظمى هذا أمر ثانوي لما تقول حل الدولتين معناته إسرائيل ككيان صهيوني استعماري خلق في فلسطين حتى تظل الأمة ضعيفة ومجزأة أصبح أمرا مشروعا ولذلك كل من يعترف بحل الدولتين هو في نظري ونظر معظم الناس المسلمين والعرب خائن للأمة وخائن للقضية الفلسطينية هذا هو الواقع الآن الذي يتحدث عنه كل العالم نحن لا نقبل بالواقع لا 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 يفرق الناس اللي في سوريا واللي في اليمن ماذا استمعنا الآن إلى الرئيسة بوما حتى الإسرائيليين غير موافقين عليها قضية الواقع والأمر الواقع هذه قضية مهمة جدا ليش؟ لأن الناس بفكروا أنه يعني إذا كان هو أمر واقع نستسلم له لماذا يقدم الناس حياتهم فداء للتغيير؟ لماذا؟ لأنه لا يقبل الأمر الواقع فإذا كان السوري في درعة وفي حمص وفي بانياس وفي غيرها يقدم حياته من أجل أن يتخلص من نظام ظالم وكذا يفعل الليبي وكذا فعل المصري والتونسي والبحريني ويفعل اليمني وربما يفعل أهل الجزيرة قريبا هذا يعني أن الأمر الواقع الذي خلقه الاستعمار بصناعة إسرائيل في أرض أبي وبيت أمي لا يمكن أن نقبل به ولو قدمنا أرواحنا في سبيله إذن نحن في عهد الثورة هذه يجب أن نخلق يجب أن نرسخ الثقافة الحقيقية الثقافة الأصيلة أن هذا الكلام الصهيوني لا بد أن يأتي يوم وينخلع من أرضنا تماما هل هناك ألية؟ طبعا مثلا الشعب في الثورة في مصر طرعت لنفسها ألية وعلى الفلسطينيين أن يبتعوا ألية يعني شوف في خلال الأسبوع الماضي عندما كان يوم يعني عام 63 سنة على النكبة 15 أيضا في حدث يعني كان حدث فريد من نوعه لم تشاهده الجماهير العربية خلال نصف قرن الماضي أذهل الناس هو العامل الديموغرافي يعني أنت لما تتخيل أنه هؤلاء الفلسطينيين والعرب الذين موجودين حول إسرائيل وعربناها هنا الخوف من أن يتشكل مليونية أو مليونيتين على الحدود الفلسطينية يعني ماذا كان يقف في طريقهم أن يدخلوا إلى هذا الحدود طبعا أنظمة معروفة وحسابات دولية وسياسية لكن العامل الديموغرافي يعني لم يكن يوما ما في صالح القضية الفلسطينية مثل ما هو اليوم في صالحها لأن المشكلة أصبحت أبعد من أرقام يعني إسرائيل كيان صغير محاطة بهؤلاء على حدودها يعني هذا الحدث كان حدث يذكر بأهمية العامل الديموغرافي إسرائيل لم تقبل وعلى طول طلع نتنياهو على التلفزيون وقال للأمريكان أن هؤلاء لا يريدون حدود 67 هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى تل أبيب المشكلة أن إسرائيل اليوم لا يوجد عليها أي ضغط لا عسكري أمني ولا ضغط إنساني ولا ضغط دولي لأن تقبل بأي حل أنا أعتقد أن ما حصب يحصل اليوم هو أن لا حل هو الحل بالنسبة للمنظومة الإسرائيلية لأن إسرائيل أمنها مؤمن يعني خلال الفترة الماضية لم تتعاطى بالشأن سوى ببعض القنابل هنا وهنا ولكن هذا لا يوجد ضغط ضغط عسكري على إسرائيل اليوم لا يرغي القلق الإسرائيلي من تنامي الحركات التي تناهضها العداء سواء كانت في إيران سواء كانت في لبنان أو كانت جنيه إسرائيل عندها حل واحد وآلية واحدة استعملتها خلال مصف قرن هي الحل الأمني إسرائيل لا تستطيع أن تواجه الشعوب العربية استطاعت أن تنتصر عندما كانت تواجه الجيوش العربية لكن خلال الفترة الماضية أثبت أن الصراع اليوم مع إسرائيل لم يعد صراع جيوش تتحارب أصبح صراع جيش إسرائيلي ويحارب ما يسمى بالعناصر غير الدولة المنظمة يعني هناك ميليشيات هناك مثلا في حزب الله عندك تغير واضح وصريح للمواجهة مع إسرائيل خلال على الأقل 15 أو 20 سنة الماضية لذلك الاستراتيجية تغيرت يعني إسرائيل اليوم أثبتت أنها لا تستطيع أن تهزم من قبل الجيوش العربية ولكنها تهزم من قبل الشعوب العربية على فكرة يوم 15 أيار الذي ذكرتي الناس أدركت وعلمت يقينا ما هو الحل الحل إنها تخترق الحدود هم يشعرون فيه اللي نزلوا من لبنان واللي نزلوا من سوريا والذين نزلوا من الأردن وعرضهم الدرك الأردني وكسر سياراتهم وحافلاتهم ومنعهم من ركوب الحافلات بتعرف الناس اللي نزلوا ماشوا من الغور لعمان ماشي ليه لأنه الدرك الأردني والجيش الأردني والأمن الأردني هو في حماية إسرائيل وليس من أجل تحريف فلسطين للأسف هذا هو الحاصل ونفس الشيء في سوريا ونفس الشيء في لبنان إذن الشعوب العربية أدركت بتجربة 15 أيار إنه كل ما هناك أن نتمكن من كسر هذا الحد الفاصل وأن ندخل وإيش هيعمل الإسرائيليين سيقتلوا مئة هذا كان بروفا بروفا لما هو قادم يعني قتلوا مئة قتلوا ألف قتلوا عشر تلاف هذا القلق الإسرائيلي موجود وتحدثوا عنه وعرضناه إنه إذا كان يعني تعاملوا معنا بهذا الشكل كيف سيكون الرد بالنسبة لنا نحن لغاية الآن لم نتخذ القرار لا يوجد لدينا الإرادة بالتعبير عما تتفضل فيه وبالتالي أنه هذه هي يمكن ما يدفع المنظومة الغربية الدولية للمسارعة ولحظنا اليوم مثلا في خطاب أوباما أمام الإيباك أنه سارعوا إلى القبول بهذا الحل لأننا أمام متغيرات في المنطقة لا يمكن البناء عليها تنفوء بنتائجها يعني إسرائيل محاطة بهذه الدول ولكن الأمان لإسرائيل ببقاء الأنظمة يعني الأنظمة التي تعتبر نفسها ممانعة والأنظمة التي كانت تعتبر نفسها غير ممانعة لكن هناك منظومة أن حصر القضية بهذه الجوقة الضيقة وأمن إسرائيل أصبح من أمن الأنظمة العربية المحيطة بها يعني هل وصلنا لهذه المرحلة أننا نبقي على الفساد والعدام الديمقراطية وحقوق الإنسان بسبب أمن إسرائيل يعني مصر كانت تجربة فريدة أعتقد وأننا سنظر المشكلة أن الثورات العربية لم تنتهي هي جزء إحنا بدأنا فقط بدأنا في مرحلة ستطول ستطول وربما يعني تأخذ أكثر من عقل لأنه هذا تغيير هذه الأنظمة التي كانت موجودة ليس بالسهولة إذا لم نستفد من حمأة الثورات الحالية فأنه الانتظار سيذهب بعيدا أكثر لا ينبغي أن يتسلل إلينا الملل في عصم الإعلام يعني يجب أن يكون الوضع القصد أنه عندما تحدث نبيل العربي عن ضرورة إعادة فتح معبر رفح بعثوه إلى الأمان العامة للجامعة العربية وبقي معبر رفح مقفلا يعني هذا ما يتحدث عنه لا أدري إن كان لهذا علاقة بالموضوع لكن يعني على الأقل هذه القراءة لأنه معبر رفح عدا فأقفل شوف أنا تعرف عدت قبل قليل من الأردن الأسبوع اللي قضيته في الأردن وكنا في معرض تجاري ونستقبل الناس ونتحدث معهم الناس بيظنوا بعض الناس يظن بأنه بدام الثورات هذه بدأت معناته يجب أن تكلل بالنجاح مباشرة وأن نقطف ثمارها غدا أو بعد غد والحقيقة إنه التغيرات الكبيرة الهائلة الكونية بتأخذ مداها السبب سنوات التاريخ أخذت سبع سنوات السبب لأنه العالم العربي متعطش ليشعر بالكرامة ليشعر بالحبيلية بس دورنا إحنا أنه نذكر الناس بحركة التاريخ نذكر الناس بالتجارب الآخرين نذكر الناس بأنه هذا يتطلب صبراً ويتطلب جهاداً وسيكلف معاناة هذا شيء طبيعي نقطة مهمة يعني هؤلاء الموجودين على الأرض هؤلاء الشباب لا يقاومون أنظمة يعني هي أنظمة كرتونية لكن هناك دعم عالمي لهذه الأنظمة بأجهزة أمنية فضيعة بآلة قمعية مستشرية بآلة اقتصادية يعني هناك النظام ما معنى النظام هو يختلف عن الدولة النظام هو أخطبط يستشري بالمجتمع يمسك بزمام المبادرة والأمر على قدرة هذا النظام لم يصمد 18 يوم في مصر في مصر هناك عوامل خاصة بمصر هناك عوامل خاصة بمصر يعني بمصر ولا يمكن أن توجد ولماذا متى يسقط النظام هو هذا السؤال اللي هو التجربة التونسية والمصرية تعلمنا إياه يسقط النظام حينما يجمع أكبر عدد من الناس في الشعب على مشترك هذا المشترك غير متوفر بسهولة في الأماكن الأخرى يعني باليمن مثلا نجد الناس فعلا تقريبا مقصومين في 50-50 أو ربما في 40-60 يعني حاجة زي كده في سوريا كثير من الناس في الصورة مش واضحة لديهم في الأردن خلقوا مشكلة أردني فلسطيني وزي ما كان يحكي ليه في الخليج السني شيعي اليوم حتى مثلا اتلادة المرأة للسيارة في السعودية يعتبرونها مطلب شيعي يعني حاول تطييف أي مطلب للإصلاح أصبح مطلب طائفي يمكن إذا قادت المرأة السيارة بيجي الإمام المنتظر ما بنعرف يعني تصور أنه مواضيع بسيطة أصبح تأخذ أبعاد أخرى دكتور عزام برأيك هل تشكل الحكومة الفلسطينية المرتقبة مدخلا للصلح الداخلي أم معبرا للدولة الفلسطينية المأمول طبعا أنه تكون المصالحة هذه لصالح القضية الفلسطينية وأن تثمر قريبا لكن أنا لا أستطيع أن أتصنع التفاؤل لأنني لست متفائلا بأن هذا سيحدث المعلومات التي تريدنا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بأنهم غير معنيين إطلاقا بالمصالحة لديهم أجندة هذه الأجندة هي بيد المنصقين الأمريكان والإسرائيليين ما زالوا يستدعو الشباب ما زالوا يعتقلوا الناس المخالفين لهم يعني لم نرى حتى الآن أي سمة أو أي مؤشر على المصالحة هذا سيكون ضمن الحكومة المقبلة لأنه مجرد أنك تصل إلى الحكومة حكومة وفاقية حكومة مصالحة مفروض أن هذه الحكومة يكون في هذه المصالحة وهذا سبب من أسباب تشاؤمي أو عدم تفاؤلي بأن هذا سينجح لأنه كيف أنت بدك تشكل حكومة وما تزال الأجهزة الأمنية في غزة تابعة لجهة والأجهزة الأمنية في الضفة تابعة لجهة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مرتبطة تماما بالمنصق الإسرائيلي الأمريكي أنا أعتقد بأنه الذين اجتمعوا بالقاهرة اجتمعوا مضطرين فتح كانت لها أسبابها وحماس كانت لها أسبابها وهم يعتقدون أنه في الفترة الحالية وإن كانت فترة قصيرة وانتقالية لا يمكن فرج عنهم ذلك قليلا يعني فك شوية من الأزمة وخفف من الخازوق اللي هم قاعدين عليه حاليا لكن إنه هذا يتطور إلى مصالحة حقيقية وينشئ دولة فلسطينية بالمواصفات التي يريدها بعض الفلسطينيين أين الدور الأمريكي وأين الدور الإسرائيلي وأين النفوذ في السلطة الفلسطينية يعني أنا أستبعد أن يظل الإسرائيليون والأمريكان متفرجين ولا يفعلوا كما فعلوه قبل عقد من الزمان أو أقل من عقد الزمان عندما انقلبوا على ياسر عرفات وجاءوا ببدلاء له حتى يمرروا مشروعهم لست متفائلا وإن كنت أتمنى أن يتحقق خير من ذلك المشكلة أنه عندما تتفق على الخطوط العريضة يجب أي حركة أي حكومة تقبل أن لا يوجد احتكار للرأي خلال هذه الفترة الحارجة يعني المجتمع العربي اليوم عنده طوائف مختلفة فكرية وأيديولوجيات مختلفة يعني تغيير الثورات العربية هو فتح المجال لجميع الأطياف أن تكون ممثلة لأن خلاص تجاوزنا الرأي الواحد والصوت الواحد الذي يمثل الجميع لم يعد نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين هناك تعددية يجب أن نقبل بها على الأرض وأن تكون ممثلة على جميع المستويات كيف يمكن إسقاط ما تفضلي به على الحال الحكومة الفلسطينية يعني أنه إذا كان هناك حكومة فلسطينية تكنقراطية أو سياسية مقبولة من الجميع تؤسس للانتخابات أو لمرحلة مقبلة لا يمكن أن يشكل هذا نوع من الحالة الوفاقية يعني هذه الخطوة الأولى ربما هناك اختلاف على التفاصيل لكن المشكلة أنا كما أراها وأنا لست متخصصة بالشأن الفلسطيني أن هناك وجد كيان في الضفة الغربية هو كيان لا يختلف تماما عن الأنظمة العربية الموجودة التي كانت في مصر أو في تونس هو وجد وارتبط بمخطط الحفاظ على أمن إسرائيل فلذلك أنا أتوقع يعني الناس في فلسطين يجب أن يكون لهم انتفاضة ثالثة ليتخلصوا من هذه التركيبة التي أشبه ما تكون بالتركيبة المصرية قبل الثورة يعني صلح لي إذا كنت مخطئة دكتور عزام لا أنا أعتقد أنه يعني الوجد هذا الكيان هدف واحد له ليس هدفه كيان فلسطيني مستقل في المستقبل وإنما يعني من ننظر له من بعد وكأنه كيان خلق لحفاظ على أمن إسرائيل وهذا ينسحب على مشروع الدولة يعني إذا كانت ستكون هناك دولة هذه الدولة مهمتها الأساسية هي الحفاظ على أمن إسرائيل يعني لذلك تتفق يعني هذه السلطة الموجودة في طبيعتها هي غير مسلحة مفترض أنها تكون حسب الأخير هي غير مسلحة بما يشكل تهديداً للإسرائيليين لكنها مسلحة بما يضبط الشارع الفلسطيني كما هو حاصل الآن في السلطة يعني هي السلطة الفلسطينية الآن وإن مراجلهم لما المستوطنين بيجوا بيعتدوا على آهلنا في الخليل أو في غيرها وبيكونوا بيتفرجوا أو بيكونوا بيتخبوا في جحورهم لأنهم لم يعدوا لذلك هذا نفس المبدأ الذي استعمل مع مصر يعني الجيش المصري منذ 1979 لم يكن يهيأ لأنه يخوض حرب مع دولة أخرى ولكن كل المساعدات العسكرية والأمنية والتقنية كانت موجهة لضبط الوضع في مصر بناتها يعني وليس للخارج دكتور عزام يعني أنه هلأ وفق مبادرة السلام العربية وفق موافقة حماس على مبدأ إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 والطرح الأمريكي المنادبة إقامة دولة فلسطينية عام 1967 ألا يشكل التفاوض عنصر من عناصر الجذب الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية من خلال استفادة من موقفهم بالاعتراف في عدود عام 1967 للدولة المقبلة؟ يعني كان من المفروض بعد أن استدرجت حماس ووقعت في فخ الدولة الفلسطينية يعني أنا لا يعجبني هذا المساري الذي صارته حركة حماس إنه والله نقبل بدولة فلسطينية في حدود 67 ويظل تفسير ذلك مبهما كله يفسره كما يريد خصوم حماس يقولون حماس اعترفت بإسرائيل وأنصار حماس يقولون لا نقصد أن هذا من باب الهدنة يعني كان يتوقع أنه بعد من وقعت في هذا الفخ أن يرضى عنها الأمريكان لكن لم يرضوا عنها وحتى الآن هي ما تزال على قائمة الإرهاب والأمريكان غير راضين عن المصالحة بين فتح وحركة حماس أنا أتمنى لو أن قادة حماس يفكر مليا قبل أن يتخذوا خطوات تسيء إلى حركة حماس وإلى القضية الفلسطينية يعني ما كان ينبغي أن يدخل في خطاب حركة حماس مصطلح الدولة الفلسطينية لأنه إحنا نضالنا ليس من أجل دولة فلسطينية الذي يقول إننا نناضل من أجل دولة فلسطينية هو فقد البوصلة لم يعد يعرف ما هي القضية القضية هي مشروع صهيوني يجب أن يجتث تماما من أرضنا التي يغرس فيها دكتور أبداوي هذا منطق طبعا لابد من الاحترامه والتعامل معه لأنه هناك شريحة كبيرة من الفلسطينيين يتحدثون عن هذا الواقع أنه إخي نحن نريد العودة على أراضينا فعندما يأتي الأمريكي ويقول أنه عاصمة الدولة الفلسطينية نتناقش عليها وحق العودة نناقشه في المفاوضات كم سنة نتحدث عن تفاوضة؟ هذا المشروع العربي الذي طرح عن طريق مبادرة الملك عبد الله وصدقت عليه الجامعة العربية في بيروت عام 2002 المشكلة أن إسرائيل لم تقبل به أمريكا لم تقبل به والخلافة الآن على موضوع القدس وعلى موضوع عودة اللاجئين لكن المشكلة أن اليوم في السعودية ردود فعل على خطاب أوباما المشكلة أن السعودية لم تعد تهتم بالشأن الفلسطيني وهو ليس شأنها اليوم استطاعت الولايات المتحدة أن تحيي الدول الخليج والسعودية عن الشأن الفلسطيني أصبح اليوم عدو السعودية هم يعتبرونه إيران وليس إسرائيل هذا أمر مفروغ منه اليوم لا نستطيع أن نكذب على أنفسنا وننافق ونقول أن القضية الفلسطينية هي شأن سعودي السعودية خرجت من المعادلة كليا وأصبحت اليوم مناطة بمهمة هي إيران السعودية رعت اتفاق بين حركة فتح وحركة حماس فتم الانقلاب عليه وعتبرت حالها غير معنية طالما رأيها غير مقبولة هو فشل للسياسة السعودية الخارجية خلال 30 أو 40 سنة فشلوا في ما سمي بالمصالحة العراقية العراقية فشلوا في المصالحة اليمنية مع الحوثيين فشلوا في قضية الفلسطينية المشكلة أن بعد أن فقد العرب مصر ودورها حاولت السعودية أن تتسلق وأن تجعل من نفسها نقطة محورية في صراعات العربية الإسرائيلية ولكنها فشلت واليوم هي محيدة تماما يعني كل النقد لخطاب أوباما الصادر من الصحافة السعودية خلال اليومين الماضيين يقول للعالم أننا ربما لا نتفق مع أوباما في كل الأمور لأن أوباما رفض أن يقطع رأس الحية كما كان ينادي الملك عبد الله وحتى هذه اللحظة لم ينسى الملك عبد الله أن أوباما تجاهل نداءاته بقطع رأس الأفعال مقصود هنا إيران وقال أنه يريد أن يتخذ موقف يناسب مصلحته القومية أي النظام السعودي ولكن القضية الفلسطينية اليوم لا تدخل في المعادلة السعودية بأي شكل من الأشكال انظر إلى الصحافة الخليجية والتي هي صحافة رسمية القضية الفلسطينية لم تعد قضيتهم اليوم كل اهتمامهم مصبوب على إيران وعلى القضية الطائفية في بلادهم لذلك أعتقد على الفلسطينيين أن يقطعوا الأمل من أي دور ممكن أن تلعبوا في السعودية إذا لم تقطعوا الأمل دكتور عزام الأمر في الشعوب الأمر في الشعوب الأمر الوقت يدهمون الحقيقة ولكن أنه لو حاولنا أنه نسترجع الواقع الرؤية الأمريكية أنه في ظل أوباما مثلا مختلف عن بوش أنه ألا يمكن التعويل على أنه هذا الحوار أو أنه إعطاء فرصة للأمريكيين في إمكانية استعاب الواقع العربي والتعامل معه من وجهة نظر جديدة يعني إفساح المجال لدولة الأمريكية أن يكون في المنطقة ولكن وفقه مفهوم آخر هو من مانعهم أصلا من مانعهم أو هم يتدخلوا يعني وفقه رائعهم غيروا لبعض الشيء بس ما مرحبه كانت كافي عندما جاء أوباما وأنت تذكر كان فيه نوع من اليوفوريا يعني كان فيه ناس يقول لك أدع أوباما غير أصله مسلم وأسود ومش عارف إيش وكلامه لطيف كما يقول القذافي أبو عمامة لكن الإشكال ليس في شخص الرئيس في أمريكا الإشكال هو في المؤسسة هذه مؤسسة لها سياسة أنا أذكر مرة جلسنا مع مساعد وزير الخارجي وزيرة الخارجية الأمريكية أيام مادلين أولبرايت جلسنا معه في لقاء لما كنت أروح على أمريكا طبعا صار لي فترة طويلة مروحتش وقال لنا بأن محددات السياسة الخارجية الأمريكية ثابتة لا تتغير ولم تتغير منذ عقود في الشمال الفلسطين النفط وإسرائيل محددات السياسة الخارجية يعني أم قضيتين هما النفط وإسرائيل أمريكا تريد النفط والمواقع الاستراتيجية لا تنسى يعني هو قال هو مرتبط بذلك لكن هو قال أنه طالما أنه النفط إحنا مضمون إحنا مرتاحين طالما إسرائيل آمنة نحن مرتاحون فهم لا يريدون أن تتهدد منابع النفط أو مسارات وصولها ولا يريدون لأمن إسرائيل أن يتهدد أوباما تكلم كلا أمن لطيفا في أكثر من موقع سواء في القاهرة أو في إسطنبول أو في غيرها ولكن في الحقيقة لم يطرأ أي تغير على السياسة الأمريكية إطلاقا لم يطرأ أي تغير فالناس لا يوجد وليس هذا فقط وباب الآن مقبل على انتخابات وهنا لا بد أن يدفع الفاتورة لا بد أن يدفع الثمن للإسرائيليين وأتوقع أن يصدر منه سلسلة من التصريحات التي تؤكد ضمن التراجعية تأكيد على الموقف التقليدي الأمريكي بأن أمن إسرائيل هو أمن أمريكا ولا نفرط في ذلك أريد أن أختم بنقطة تكون إيجابية ونطلع فيها إلى المستقبل يعني الأمل في الثورات العربية إذا لم تخلق كيان يكون مستقل وله قدرة على تحديد سياسته الخارجية تماما كما تفعل تركيا لا يوجد هناك قدرة على التجاوب أو التعاطي مع الوجود الأمريكي والتدخل الأمريكي في المنطقة يعني مثلا تركيا خذ هذه الدولة استطاعت أن تبني اقتصادها وأن تقول بديمقراطية موجودة على الأرض للأمريكان لا تستطيعون أن تدخلوا للعراق من أراضينا لأن البرلمان التركي يرفض لذلك نحن لا نملك هذه القدرة ومن هنا جاءت علاقتنا علاقة مغلوطة مع الولايات المتحدة يعني الشعوب العربية بطبيعتها هناك آلاف من الشبان الذين يريدون أن يهاجروا إلى أمريكا ويستفيدوا من جامعاتها العرب يعني لا يوجد عندهم كره وعدائية مطلقة للولايات المتحدة إلا بسبب سياستها في المنطقة وعندما تستقر هذه الثورات العربية نستطيع أن نكون عندنا سياسة خارجية مستقلة وبهذا نستطيع أن نكون ندل ندل للولايات المتحدة شكرا لحضوركم ومشاركتكم ألتقي ببرامج أخرى بإذن الله مشاهديني الكرام إلى اللقاء شكرا لحضوركم ومشاركتكم